مع الأسف خرج منتخب الكويت لكرة القدم من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين عام 2023 بتعادله أمام المنتخب الأردني دون أهداف الجولة قبل الأخيرة من المنافسة نعم وبهذا التعادل احتل منتخب الكويت المركز الثالث ليفقد المنافسة بالتأهل الدور الثاني تقرير أحمد العنسي نكسة جديدة تعرضت لها الكرة الكويتية بخروجه مبكرا من تصفيات كأس العالم بتعادله السلبي مع المنتخب الأردني في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المزدوجة ورغم محاولات الأزرق وبمجهدات فردية من قائده بدل المطوع في انتزاع الفوز في الوقت بدل الضائع بعد أن خطف كرة من حدود منطقة الجزاء وبمجهود فردي انطلق بها كالصاروخ متجاوزا كل من واجهه من لعب المنتخب الأردني ولم يتم إيقافه لبع القلة المتعمدة من المدافع الأردني ليحرم البدر من فوز وتأهل الدور الثاني من تصفيات كأس العالم التي كانت هلم الأسطورة بدرا ليطلق بعد حكم المباراة البحريني صافرة النهاية منهيا آمال المنتخب الكويتية في المنافسة على البطاقة الثانية لتظرف دموع بدر المطوع التي هزت الشارع الرياضي بأكمله لا تبكي يا بدر الجميع يعرف عن كل ما قدمته والتاريخ الكبير الذي قدمته إلى جاربي كرة القدم الكويتية الجميع يعرف من هو بدر المطوع أعلم بأن هذا البكاء ليس لنفسك والبكاء ليس على اسم بدر المطوع إنما يبكي على اسم الكويت وسؤال الذي يراود الجماهير الرياضية ماذا قدم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتطوير الكرة الكويتية وهل تعاقد مع مدرب قدير أم مدرب مغمور وهل كانت اختياراته سليمة أم كانت مجملات وهل خطط الاتحاد لوضع استراتيجية محددة كحال الدول المجاورة ورغم توفير الحكومة كافة الاحتياجات إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتسهيل المعسكرات والميزانيات إلا أنه أخفق في تحقيق مبتغى الشارع الرياضية الذي ينتظر قرارا من مجلس إدارة الاتحاد بتقديم الاستقالات بعد الفشل المستمر لهم من دورة الخليج ودورة غرب آسى وتصفيات كأس العالم وترك الفرصة للآخرين لبدء صفحة جديدة للرياضة الكويتية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحمد لانزي لقناة اي تي في العدالة